مرحبا. كان لائخو عنده مشكلة انه كل ما بيفتح الي توكاد بيتفتح جنب الملف اللي هو عايزه ملف فاضي نيو توكاد تمام. فانا قطرت عليه حل ونفع معاه واشتغل معاه هو ان انا اقول له open WAS واقول له choose another application وبختار AutoCAD DWG لانشر وبعد كده بقول لألوز فتح لي بوسطة البرمج دوت فده بيخليه فتح الملف اللي انت بدوس عليه يعني هو كأنه ما بدوس على ملف يروح فتح له الملف دوت ويفتح له معه واحد اخر فاضي فانا هلطلو بس اختار AutoCAD DWG لانشر واختار Lose Use the Application to Open DWG Files ويفتح معي